مجموعة فنون مصر الإنتاج والتوزيع تقدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 حضرتك كتبت لها اي أدوية عشان نلحق نجيبها يعني انا كتبت لها شوية مقويات بس العام من الفيتامينات والمقويات ان هي تاكل كويس عشان هي في شور القرن من الحمل اشتركوا في القناة 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 بصراحة اشتركوا في القناة وانا ورحمة اشتركوا في القناة ما عندك حقا ما هي فرقتنا هي هدفهم من الأول من يوم شريف لكن ده مش هيحصل تاني حسدك انا دلوقتي اشتركوا في القناة وأنا راجع هجيب فارس معايا علشان نقعد ونتكلم ونتفق جان عايزك تعرفي أن طول ما في نفس هرجع كل حاجة لمكنها وأحسن 共قص صمحت بعدي أذنك هارشين؟ بيه موجود؟ للأسف أندم لسا موجود طب تغير type يحي يبشث في مكتبين طب ممكن تقول به أن أعيز أنه قدذرة أنتي بيهоне أنت اللي مأكلتيش؟ مش قادره بس اللي قتل المعنى الشهن الادية تعليها نفسك وانت ما سمعتيش الدكتور قالك ايه والله هي ما قادره لازم تاكلها الادية عشان الوادي يطلع صحيته حلوة كده عشان خطر عشان خطر يخلي بالك على صحتك خطرك؟ انا عملت كتير قوي عشان خطرك عجبك اللي بيحصل يا ذكرية؟ هو هي اللي بيحصل الادية ما انا قلت انك مراتي قدام كل الناس؟ بانه طريقة انا مش قادر انسى نظرتهم لي حسيت ان انا رخيصة قوي معلش هامدي استحملي بكرا لما نرجع الاصر انا هقول انك مراتي قدام كل الناس وابني هيتولد في الاصر وهيتربى واستأهله ومراتك؟ هكيد هتتفهم الوضع هكيد هي احسب اللي انا فيه دلوقتي ودي انا واحدة فيهم اللي هتفهم بنت وفي المحمدي ده لعبة 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 بلعبة وانت فاهمت كلام ده كويس ارجوك يا نادية ما تبقيش ضدي خليكي جنبي اقف جنبك ازاي وانت مش واثق فيه ده انت حتى مش عايز تقولي ايه اللي بيحصل في دماغك انا ما بصقش فيكي بعد كل اللي انا شفته ده وما بصقش فيكي عموما عشان اثبتلك انه بصق فيكي انا هطلب منك طلب والطلب ده مفيش حد يقدر يقدر يعمله غيرك طلب ايه؟ عايزك تروحي مشوار بس انا مش عايز تسيبك المشوار اللي انت عايز تروحي ده اهم من انك تكوني جنبي اه انت مش عايز نكون موجود عشان ليلة دخلتك طبعا انا مش عايزك تكوني موجودة في يوم زي ده انا عارف انه هيبقى صعب عليكي بس مش ده الخرض المشوار ده مفيش حد يقدر يعمله غير يكون حد انا فعلا بصق فيه حاضر انا هعمل اي حاجة تخليك توصل لللي انت عايز يا زكرية النهارة بيتك يا عازم انا مش بيتي يا عزة انا بيتي مطروض منك يا حبيبي بيتا خوكي بقى بيتا انا مش عارف نمشي بيه خالص مانش بعد ما احنا النهارة مش عايزين نقفش خالص مانتي برضو مش عايزة تقوليش معنا النهارة تفهم دلوقتي كل حاجة شفت انا جبت لك مين بقى؟ وشفت انا جبت لك ايه؟ سيربراين يا عزة اللزينة انت يا بيتي عايشة حبسة نفسك في قوتك ليه يا عمك؟ كلنا محبوسين هنا ايه الفارج؟ سيبتين بيتنا وجبتين نعيش في سجن بس شيك شوية سجن؟ كل القصر ده سجن؟ حجيج العرجد استاس وشك فجر زي ابوكي تقدري تطلعي من هنا يا اما؟ ومطلعش ليه؟ مش بتقولي مش في سجن؟ طب بلاش؟ تقدري تنامي الليلة ومفيش الجيش المحاوط البيت ده كله؟ جيش؟ يا هبلة ده الحراسات الناس الكبرات اللي زيينا عندهم زيهم؟ طب بلاش كل ده؟ مش وحشك باب بيتك يا اما؟ ده احنا عمرنا ما جفلناه علينا دلوك بجينا عاملين زي للواحدهم في الدنيا والواحدك ليه يا روح امك؟ مانا جايبالك شحط طويل عريط الجوازية انت يا بيت ما بتجربيش رجوزك ليه؟ ولا بتخليه يجرب منك؟ ايه اللي بتقوليه ده يا اما؟ اللي بقوله قلته جابلك ده واني ما بحبش عيد الكلام وزيد فيه اسمعي يا عاشا اني ما عملتش كل ده ولا خططت ولا دفعت ولا عادت العيلة كلها عشان عبدالله ولد عمك يبقى كبير العطارين لا اما ليه يا عشان ولد عيشة بنت زينب العطار يبقى كبير العطارين وانا جدته بس انت عارفة ان جوازي من عبدالله غصب غصب ما غصبش حصل بقى جوزك ولا لا اسمعي يا حلوة اني مش هبوز الطبخة عشان بجرش ملح ده يطير فيها رجاب شوفي يا عيشا اني هسيرك يومين اجول بتجلعي بتدجلي بتعززي نفسك ماشي لكن اسمعي يا عيشا دي حرب ومحدش هيقدر يوقفني فكر بقولك ايه انت لازم تبقي حامل وجريب بدل ما تدادي في ولاد الناس خيبة ايه 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 عمر ما يبقى مية لا يحي الدم بيبقى مية ومية وصخة كمان بس انا جاي اشكرك على حاجة تانية انا اشكرك على نقلة السلاح اللي قلبتوها وقت العملية بجد درافو درافو يا ايه الشارع علمني برضو امعلمي انو يعبت ابوك اخدلك منه قلب انت ايه ما بتروحش بتكو خالص كل حاجة تعلمتها في الشارع كده الشارع برضو علمك ان القلب ده ترميه في حجرة هاشم ادعب يا ايه يا هاسم بس امرس علاقة بالحوار خالص يا صالح وبعدين انا نرمي في حجرة هاشم قلب احسن من اللي راح قعد على حجره طب خلي بالك بقى على كلامك يا احيا خلي بالك على كلامك معايا حسنلك عشان مش صالح العطار اللي بيوض على حجرة حد قعدت يا ابن ابويا لا تعير انه لعيرك انت عارف اتجاهك وانا عارف اتجاهي كل واحد بشيل شلته في الاخر وكده خلص انا وبشيهك طب خلي بالك بقى لا تشيل في الاخر كتير انا صحيح الشارع معلمنيش اللي اعلمهلك بس ابويا اللي هرحمه زين العطار علمني ان اللي بشير قربة مخرومة بيتخر على دماغه يا ما خرت ويا ما استحملت ويا ما ده اتعرصت جولة صالح بقولك يا ابن ابويا يا ريت الزجرة ما تتكررش تاني من غير ما يكون في سبب متخلينيش عندها من الحقتك من الموت او صحيح يا احيا هو انت الحقتين اللي ايه مع انك مش جدع يا اخي عشان اشيهلك جميلة يا صالح ومسيلك فيه ما تردها اوه طب بقولك يا احيا اعمش حايز اقتصلك في دماغك قوي عارف ليه علشان دماغك دي قد كده سلام بقولك ايه قبرتك ومزيتك معاك وانتيبك ونقوم احنا بقى متقالوا؟ نعم كنت وحشني اقوي يا حيزة وانتي كمان وحشان يا اوه بس انا اول مرة احس ان انا عاجزك احمد ربنامك قادر تمشي على رجلك والحمد الله طبعا بس بعضهم اهلي تفرقوا ما حسنا ما بعليش حد وانا رحت فين بقى؟ لا انتي في حتة تانية خاطصة انا دايما ببقى مبسوط وانتي حوالي امي اون كاين اف دراج يعني دراجون دي يعني تمنين صح؟ مش تعبالي كفير ما بروحش بكورس كورس؟ فصلان بقولك ايه يا هيرو اسقط خالص بس بقولك ايه اخوك ده جدع جدا ده عامل ايبنت ولما اصحابنا واحد واحد واكد على كل عشان يوم بصراحة اخوك ده رجولة ده كفاء ان هو اللي بحاسب على حاجة دي كلها ربنا يخليه لايه طب يلا خد الشابة عشان تدخل في المود وكلم ما بلايش يعني يا يورو هو ايبنا كده هاتي هاتي عامل ايدي الواقل حسن الحمد لله لا لسه وشك مسافر انتي مكلتيش ولا ايه الواقل مش عاش بك متقوليش كده انا بس مليش نفسي انا عارفة ان انا غلطانة صح يا نادية انت غلطتي بس في حاج نفسي مش في حاج حد تاني بس حبك لزكريا واوضح عليك انا ما عملتش حاجة غير ان انا حبت زكريا زكريا مستكتر علي يتجوزني في النور عشان هايتي ودلوقتي رايح عشان يتجوز علي ما انت اللي غلطانة غلطانة؟ غلطانة عشان ما حسستهوش انك واك فجاره اكتر من انا هربت معا اكتر يا نادية لازم تحسس انك واك فجاره مش عشانه عشانك وعشان اللي في باطنك وعشان انا كمان اه عشان عبدالله يخسر بحلم باليوم اللي يرجع في زكريا القصر بحلم اشوفه عبدالله وهو بيتزالي وبيخسر كل حاجة بس انتي في اموته عادي يا نادية ما هو موتني بالحيا اشوفه هو بيموت بك فجار زكريا حسس انك بتحبيه واني مالهوش غير روحتي فان؟ بفكر بقولكي استاعديني عشان اقوم هلا فان؟ انا لازم امش من هنا دلوقتي هساعد زكريا عال عال ده انت مراجبها من زمان عاد انت مين انت بتكلم عن ايه؟ انا اللي مين انا اللي مين وعايزيه لطخ انت اللي مين وعايزيه ومالك وماله انت بتكلمنك اني انا بتعالي صوتك ليه اصلا؟ يا اد مرة شوفك وانت ماشي وراها من بعيد ودلوق رافع عينك لفوقه مش عايز تنزلها اكسن بالله اكسن بالله ما خلي فيك راجل يا له يا عم اتكلم على قدك ما نخيش ايه لا دب عليك ما اتدعج فاهم؟ ايه؟ لحال سابيلكم عاشبك ادي يا شعباه؟ لميت علينا الخلم وبكرا حتبجى سيتنا على كل رسال الله يا عام انا كل اللي جاف مخي مخ هو انت عندك مخ رح يا ولدي رح لحالك رح ماشي عام انا اسمها ده يا لطخ يا لها أكسم بالله العظيم لو فكرت بس تبصّلها بعينك لكون دافنك تحت رجليع هنا في الأرض ما شي همحكمن على وش الدنيا خالص عارف لي يا لطخ؟ عشان الرحمة داي تب خطيب تاني موسيقى ياه انت مشغول للدرجة دي؟ لا الحقيقة عم بسمعك بس أنا خلصت كلامي فإذا شو المطلوب مني؟ لبقى انت ما كنت تسامعني لا سامعك بس عم حاول رتب طلباتك بالتسلسل أولا انت بدك كمية سلاح شوي ضخمة تانيا بدك رجال يعرفوا يستعملوا هيدا السلاح تالتا هودا الرجال ممكن يقتلوا أو ينقتلوا وبعتقد بتفضل لو استعملوا عم تفيقني؟ إنت يا سراك تفوقني أنا؟ أنا سليم العطار؟ ولا نسيت سليم العطار عمل معك إيه؟ نسيت إن أنا وقفت جنبك؟ نسيت إن أنا شلتك وإنت واقع؟ الحقيقة اللي بيناتنا هو مجرد مصلحة مصلحة إلي ومصلحة إلك ولزين الله يرحمه وقبلي كان بيت وأنتو اللي اخترتوني هلأ أنت الطريقة اللي عم تحكي معي فيها وكأنو كنا ولاد صغار أنا وياك نلعب ونكسر جوز ياخد وجه كتير يعني سليم أنتو انتهيتوا أنتو ما بقى موجودين بالسوق يظهر إن أنت لما شفتيني تحبستي ومين قلت خلاص تراحت عليه الحقيقة هو لما طلعت على التلفزيون سابق الغرور ما كنت عارف يمكن إنه وإي دا مجرد دور دور وبينتهي بس أنا دوري ما انتهاش يسراك أنا دوري لسه هيبدأ ولسه حقول فيه والا كتير قوي واللعبة هيحلاوة قوي يبقى اتفرج يا ياسرق هتفرج أنت كويسة؟ كويسة يا بابا ما تقلقش طب حبيت بس عرفك إن العيلة كلها جاية معاتي ما تنريش قدامهم بالشكل ده عايزك تباني قدامهم قوية أنا كنت قوية بزكريا يا بابا حتى وهو تعبان كنت بقى قوى عشان قوية كنت دايماً بقول له أنت كبير وكبير دايماً قوي أنا خايفة على زكريا قوية يا بابا خايفة ما تقلقيش يا حبيبتي إن شاء الله زكريا حيبقى فيك يا رب يا رب زكريا يا ولدي أنت بتخلف صح؟ أي يا عمي أنا بخلف هاي دي اللي ما بتخلفش بس أنا ما كنتش بقول له حد عشان ما أقصرهاش وسط العيلة اللهي إنك راجل يا ابن راجل عن الشعم أنا محملك مشاكلي وهمي وإنت أصلاً مش نقص يا ابن دان اللي وشي في الأرض منكم بعد اللي عملوا ابني هد كل اللي بنينا من جابلك ده كل حاجة هترجع هترجع أحسن من أول لو عيدك يا عمي قول لي يا زكريا عملت إيه مع عائلة عبدالهادي الناس مش مؤثرها قالوا إنهم مع أنا في أي وقت طيب ما أقدم الرجال معها أنا يوجد لازمته إيه اللي أنت بتعمله معه في أيك ها؟ هتسيب له البلد بحالة ولا إيه؟ مش أنت باعتين يبقى الكبير إيه؟ يبقى صغفية أنا عارف أنا بعمل إيه لو روحنا عشان نرجع الأصر ومعرفناش نرجعه هتبقى ديك كسرة الحقيقية لينا العمل يا عبدالله كان في الدرق ما حدش واخد باله منه لكن إحنا كل خطوة محسوبة علينا ومتشافة ولو الأصر مرجعش هنفضل مكسورين ليوم الدين أنا كده كده هحاول أجيب رجالة من الدار بس لما عرف هوصل للدار يا باشا أنت مش كلكم عطرين في بعض برضو ولا إيه؟ مش عبدالله ده منكم؟ عبدالله عمرو ما كان مننا ده وقت جاشع وطماع عامل زي الكلب المصعور غير إن ما عندوش أصل يعضي الإيد اللي بتتمدله بعدين خفيف يريل على أي عظماية تترميله وعشان كده زينة بقدر تمشيه زي ما هي عايزة الوقت ده أنا طول عمر ما بحبوش لا هو ولا زينة بس كان حد يصدق اللي عمله ده أنا أنا فكرت إنه ممكن يعمل كده فكرت إنه زين بيه اللي أرحمه فكر في الكلام ده برضو عشان كده كان عايز يولي زكريا على حياتها إنوه مش عايز أي حد يخش في اللي بلوش فيه ألا هو زكريا عامل إيه دلوقتي زكريا الحمد لله رب العالمين أنا طمنت عليها في مكان كويس عارف عارف إيه؟ أنت كنت معه ولا إيه؟ لا يا فاتحي ما كنتش معاه بس أنا عارف كويس هو فين وبيعمل إيه؟ وعارف إنه أكيد هيوصل لحاجة زكريا قصد تحط في نفس الظروف اللي عملت أبوه وعملتني وهيطلع منها كبير فعلاً بس يا زكريا مش هناك عشان الرجالة زكريا هناك عشان متاب في قضية قتل مش هي قضية ده قضية قتل زابط بس هناك أكيد هو بس ناسو محدش هيبلغ عنه ولا أدخن تخيه بالمناسبة البركة فيك أنت وصالح وفارس وسباشا طبعاً طبعاً ألا صحيح يا سيباشا أنت طلبتني ليه؟ عاوز مني؟ كل خير يا باشا إن شاء الله كل خير جلال مش هيفيدك بحاجة على فكرة خالصة المستقبل معي أنا يا طرى المستقبل اللي معاك ده شكله إيه بالزبط؟ شكله زي الفل بالصالح عن نبي قولي بس إنك معايا وهقولك هنعمل إيه بالزبط طب وانا هستفيد إيه؟ يوه هتستفيد كتير هوي على الألة باشا هترجع لمكانتك اللي كنت فيها بس إن أنا متأكد منه وثق فيه قوي إنك ما عندكش أي حاجة غسرة فكر واخد قرارك وقولي بس إنك معايا بقرار راح أقولك لا يمكن تقدر ترفضه أبداً عبد الله قدر يستغل الفترة اللي كان كل واحد فينا مجهول بهمه صالح مشغول بصفره فارس مشغول بابن جلال جهان بولادها أنا بقضيتي حتى زكريا زكريا كان مشغول بيموت أبوه والحمل اللي شيلهوله قبل ما يموت وأنا شخصيا للأسف كنت فاكر إن كل اللي بيحصل ده مجرد صدف لكن اكتشفت بعد كده إن كل ده مترتب إيه ده اللي مترتب؟ كل اللي حصل يا مراد من أول قتل شريف اللي هو في الأصل محاولة القتل زين العطار مروراً بكل الأحداث اللي حصلت بعد كده لغاية ما عبد الله استولى على الأصل يعني إيه يا عمي؟ يعني عبد الله هو اللي عمل كل ده؟ لا 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 يا فارس عبد الله أدفع من إنه هو يعمل كده مظبوط؟ مظبوط يا صالح في حد خطت لكل ده عبد الله مجرد لعبة في إيته بس مين اللي هيقدر يعمل كده؟ مش مهم نعرف مين دلوقتي المهم إننا نكسر اللعبة دي رجوع عيلة العطار للأصر بقى شيء حتمي لازم ترد هيبتها وبأي وسيلة وده مش هيحصل إلا لو رجعت العيلة زي ما كانت في الأول إيد واحدة كل واحد فينا يبقى خطوة لقدام كل واحد فينا يبقى جزء من الخطة وبالخطة دي حنقدر نرجع الأصر نادي من فتها ولحاجي مجاش ليه؟ لسه زعلان منه ولا يه؟ ومسيبك من حاجي صبري والله والأственный أنا مش بالقعنيك ولا ايه؟ ناجس الغل يقول ت behaviors تجل أستنize لما أسأل عنك Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha يا زكريا انت شهر من نار العالم وما ال بين المعزون؟ وادي المعزونه والمعزون جي، اه وأنا شاهد ل-وه وادي المطاقة خلص الكلام المترجم للقناة 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 المترجم للقناة